اه بدلا من الوقت انا يمكن اعطعك معلش يا كابتن اسلام لان معايا الكابتن سامي ومصان مدرب بفريقة للنادي الاقل يا كابتن سامي الف مبروك فوز مهم ومباراة قوية جدا شهدت حماس كبير وشهدت بعض التوتر لكن ابركلك على المباراة حطنا في الاجواء وقالنا الجيم كان ماشي ازاي وحاببتو ليه بعد الفوز طبعا زي ما انت قلت مباراة صعبة جدا وممكن نتائج مبارح صعبة المباراة اكتر على ناس موحة اللي طبعا بشكوره عمل مباراة كبيرة وجهز فاني طبعا على اهل مستوى لكن الحمد لله احنا كان عندنا اصرار وتصميم اللي احنا ان شاء الله مش هنفرط في النقاط اللينا والحمد لله كان عندنا الحمد لله الاغلبية وعندنا تصميم اللي احنا نكسب احنا طول عندنا دايما الحمد لله سقة في اللعبة لحد اخر لحظة وده سمة من سمات النادي الاهلي فمبروك طبعا لنا ومبروك النادي الاهلي وإن شاء الله نواصل إن شاء الله للمطشاط اللي جاية إن شاء الله ونحقق الهدف اللي احنا بيساعله إن شاء الله يمكن كابتن إسلام الشاطر ونجمل لستوري التحليل اللي كان بيتكلمه في الوقت الضيئة بالتحديد وفصروها وفرنطوها لأن الناس بتقول سبع دقائق ليه إحنا لعبنا قد إيه أنت في أرض الملعبة يا كابتن سامي تلعب قد إيه وإيه اللي حصل لأن الكوليس كانت صعبة قوي في أرضية الملعبة والله إحنا المفروض أصلاً أن الوقت الضيئة أكتر من سبع دقائق حتى شفتوا الشوت الأولاني برضو كمية يعني قوعة على الأرض كتير جداً أبو جبل واللعيبة كتير في أوقات كتير أنت بتبقى هاجم وليدينج في المطش بتلاقي تنزل شوية لكن أعتقد يعني حتى لو الراجل إدى سبع دقائق أو سبع دقائق ونص احنا شفنا في بطولة أوروبا اللي الناس أصلاً ما بتديش فيها وقت ضيئ لما حصل فيها إصابة الصلاح الراجل إدى ثمان دقائق فدي بتحصل في كل البلاد العالم وده عمره الراجل ما هيدي وقت ضايا ما تلعبش فعلاً يعني دي حقيقة فالحمد لله إحنا بنحمد ربنا والنفوز أقض أخر شوية وكان صعب شوية لكن الحمد لله الأهم اللي إحنا كسبنا بالزبط ممكن ده اللي بأخذ من كلامك كابتن سامي أهم حاجة إحنا كسبنا لكن لما المكسب يجي في ديئة 90 وبلس 90 ده بيضل على شخصية النادي الأهلي وروح الفناني للحمر والإصرار والجدية اللي بيبثوها مع لعبة النادي الأهلي لو بتكلم على الدقائق الأخيرة دي كابتن سامي كان حاسس إيه على الخطة؟ أنا زي ما قلت لك احنا على طول عندنا سقة في لعبة النادي الأهلي حتى في آخر لحظة ممكن دي سمى من سمية النادي الأهلي الحمد لله اللي النادي الأهلي بيقاتل حد كده ممكن الناس اللي دايما بتقول لأن الفرق الكبيرة محزوزة لا أعتقد أن الحظ ما بيجيش على المجتهد أنت بتكتيد لحد آخر الوقت وده اللي ربنا بيجزيك عليه يعني ممكن ربنا بيقل عدي تعب